السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوات والأخوة المشاهدين الكرام على قناة الحقات والوثائق لازلنا نستعرض القصة الكاملة للاحتقال لأسر الرئيس صدام حسين كما رواها أولئك الذين نفذوها الذين خططوا لها ونفذوها و جئنا على ذكر العقيد محمد الحدوشي والعقيد محمد إبراهيم النسلط اللي كان تركيز الأمريكان عليهم من خلال ما نصحوهم ب المتعاونين معاهم كلهم من أحمد غازي أحمد الخطاب وناهض غازي أحمد الخطاب القائمين على العملية يعني أنا واللي صرحوا جماعتهم كلهم جماعت كل تصريحاتهم هناك من يعني من المشاهدين الكرام بالتعليقات يقول اعتماد على مصادر أمريكية طيب شنو المصادر اللي في بالكم نعتمدها يعني نأخذها منين نأخذ نحن المعلومات غير من الأشخاص شهود العيان هم اللي أبطال الأحدث أبطال العملية المخططين ونفذين اللي قاموا بالغارات اللي استجبوا واللي حققوا اللي داهموا اللي راحوا للمزرعة اللي راحوا جابوا محمد إبراهين جابوا وفلان جابوا قيس النامق جابوا وفلان كذا كذا و ديرون كشهود عيان وموجودة موثقة بالصورة وبالصوت وكتابة يعني غير هي هذه المصادر أيضا يعني هناك من بين العراقيين من لديه معلومات لكن قسم يتحدثون القسم ما يتحدثون كل من حسب ظروفه ف من نفكر هذه الأسماء الذولة ما جايين من العالم آخر أو عندهم مصلحة باتهام فلان وفلان زيد عمر ما يعرفون منه العقيدة محمد المصلط ما يعرفون منه ناهض ما يعرفون منه أحمد يعني لو كان ما ملتقين بيهم ليش يعني بالذات يقصدوهم ليش يثبتون عليهم يعني التساؤل يعني مثلا على فرض أنه شنو العداء سر العداء حتى يقصدوهم ويذكروهم بالذات أو يذكرون الشيخ محمود الندى وجاعدنا وقال لنا كذا وكذا وكذا وكلها يعني أمور واضحة ومكشوفة نحن ننقل عن الجميع المقروء والمسموع والمرئي من مصادر عراقية وعربية وأجنبية مهمتنا بحث وتقصي وتحري وجمع معلومات وتقاطع هذه المعلومات لا نلجم أحد بتصديقها ولا نفض على أحد أن يشهد ولسنا قضاء في محكمة يعني ما مشكل محكمين الحقائق ليست محكمة الحكم للشعب كل المشاهدين ليشاهدون ما نقدمه إحنا ما نفرض عليهم ما نقدمه ما يجي الشاهد يقول به أو ما نتحدث به نحن ولا نفرض عليهم هذا دائما أكده وأقول أنطي حق الرجل لكل من له حق في هذا الموضوع لكنه بشرط أن يكون مؤدب ومحترم ويتلفظ وألفاظ كلمات لا تخذش الحياة والذوق العام وتتماشى يعني مع العرف الاجتماعي والديني والقيمي والأخلاقي كل من يريد يطلع أهلا وسهلا بواب مفتوحة الأشخاص دولة راح أذكرهم مرة أخرى اللي هو اللواء وديرنو قاعد الفرق الرابعة والعقيد جيمي سيكي قاعد اللواء الأول والراعد برايان ريد قاعد إحدى الكتائب بالليواء الأول والراعد مايكل راو هوت أيضا قاعد كتيبة الرقيب شون فونر جندي في إحدى الكتائب بالليواء الأول الفرق الرابعة المترجم جوزيف فريد فيلمور ف احنا وصلنا إلى موضوع العقيد جيمي سيكي شون دا يتحدث كيف وصلوا إلى مزرعة قيس النامق وطوق والمنطقة نأكد نجلنا ساعة واحدة وصل العقيد محمد إبراهيم وصلت من بغداد إلى تكريت القصور الرئاسية من الوحدة للخمسة صار استجوابات وتحقيقات وأخذوا بسيارة فان وادوا الاستطلاع للمنطقة والمزرعة يشخصها وبعدين رجعوا وهنا يقول العقيد جيمي سيكي بأن جون هذا الرجل والكابتن ديزموند طبعا جون مثل ما ذكرت حضاراتكم اسم مستعار لقائد العمليات الخاصة في قوات الدلتا اسموها 121 هذا الرجل والكابتن ديزموند راحوا على خط النهر وضعوا السياج من الأسلاك الشائكة وطوق والمنطقة فجاسم يقول حسب قول أخوه وجاسم أيضا بالإضافة إلى قيس أنه هرب من المزرعة باتجاه النهر ووقع يومين بالنهر وقام يمشي إلى أندرازين هاي الأسلاك الشائكة اللي ضربوها هذا القائد قائد قوات الدلتا جون ومعال كابتن ديزموند يعني شون اشتاز وجنود موجودين حتما كانوا يعني بس عملوا سياج وانسحبوا يعني وهو نفذ استطاع أن ينفذ من بين السياج طائرات فوق روسهم هم شافوا واثنين دا يهربون ولاحقوهم مسكونهم من هذول اثنين جاسم وعلا لو جاسم وقايس علاء وقايس فيقول قام جون ورجاله بتفتيش بساتين النخيل كان هناك القليل من الأواني مع مطبخ بجوار المكان الذي اجتمع فيه نخلة محملة بالتمر وأشجار البرتقال بوقتها قالوا واشلون هذا التمر بالشهر الاثناث ثلاثين اثناث شتاء والتمور عادة تنضج بالصيف محقولة فسألت قيس النامق عن هذه فقال ابوية جايبها وهذه أصلا نادرة من مناطق الهند والباكستان تتواجد هذه الأشجار من النخيل فتحمل التمر بوقت متأخر تنضج بها فما هناك مشكلة حقيقة هذه وأيضا كان هناك عباد الشمس زهرت عباد الشمس والمجرعة كانت معتمة تماما لا ترى بالعين المجردة هما أيضا كان يعني إذا دنيا ظلمة وشيف ما يبين كيف كانوا يتنقلون الأمريكان عندهم معدات رؤية ليلية وكل واحد يخلي له كاميرا فوق راسه بلاجك تورات ورؤية ليلية ومناظر ليلية وحيانا من فوق الإضاءة يعني انفلاق جوي بالأضواء تفتح الليل يصير نهار نجي على الرائد في استخبارات البنتاجون ستيف راسل يقول العملاء الذين كانوا يراقبون من على طائرات ذليتل بيردز معاهم عملاء عملاء معاهم من فوق أيضا يقول هاي اسم الطيور الصغيرة هاي المروحيات يقول شاهدوا رجلين قيس نامق وشقيقه هنا يأكد يقول قيس نامق وشي طيب شقيقه وعلى لو جاسم هذا الموضوع دائما أأكد وأطلب من علاء وجاسم أن يجتمعون وقيس معهم ويبينون موقفهم من اللي كان مجلو المزرعة قيس قال أنا كنت بالبيت وداهم والبيت وأخذوانا بالطيارة قبل هناك روايات كثيرة تأكد بأن قيس ألقوا والقبض عليه وجابوا على المزرعة وشهال الشاهدين فلاحين يشتغلون بمزرعة الضامن أخو عبد المالك شهاب الملخلي على ذنبتهم أما قيس واشي قيس ما واشي يعني ما أنا يقول ما واشي لو أنا قرأت وسمعت ومن خلال البحث والتحري أن قيس نامق وحتى أخوته واشين والله أقول واشين لكن نهائيا الأمريكان دي يقول أحنا يعني جبناها مردناها معلمونا على مكان رئيس ما قبله هذا الأمريكي يقول شنا لي فوق وضربنا بالأرض القيس والعلا وجاسم وأطلقنا عليهم الكلاب وما قبل يعترفون فمن نحش نقول قيس جابوه للمزرعة مو معلل أنه قيس هو الواشي هذا الأمر أنا دائما أكد أقول لست في معرض الدفاع عن قيس سواء كان بريء أو متهم يعني من البداية أنا جبته للرجل وتحدث ما تبنيت موقفه يعرفون أهل الرئيس وابن عشرته وقبيلته والله ترين يمكن أقول يعني من اللي تصلوا بيه 99% برا أو قيس وهذا موفق عندي بس أنا مؤتما على يعني الناس يقول لي هاي لك يعني من تحدثون معي وناس مسؤولين مهمين وناس شخصيات ومحترمين ويأقدون يقولون بأن العقيد محمد المصلط هو اللي دل على الرئيس نعم مواشي هو الرجل مواشي لكن دل على الرئيس من أهله قرائبه قال لي يسمعني العقيد محمد برا المصلط يعني من أبناء العشيرة من أبناء القبيلة فبعد ما فروا من البستان شافوهم من فوق بالطائرات جماعة قياد قوات الدلتا كانوا معهم عملاء وهم يقصد العملاء بالترجمة يقول أثناء فرارهم من البستان قيس نامق وشقيقه بعد أن أخفوا الرئيس انطلقوا إذن هم نزلوا يعني الرئيس من التهم قيس والتهم على قال قيس قيس نامق وإخوته وعائلته وحكمة عمر أنا راح أجي بعدين على حكمة عمر هذا موضوع ما ناسي أبدا دعون شوف لشين الأسباب يعني ووصلت إلى الأسباب عن حكمة عمر ليش الرئيس قال عليه حكمة عمر التهموا لشاب رسالته ف بعد ما نزلوا الرئيس بالملجأ راحا وابتعدوا هم لو رايحين ما لازمهم حتى لو ما لازمهم راح يجي محمد أيضا يجيبهم إذا كان هو اللي جاي فعلا ويقلهم هنا يعني كل الأحوال تحصيل حاصلة راح تنكسب المكان الرئيس فأما من هربوا يقول انطلقوا في محاولة لابعاد القوات عن الموقع حتى يلاحقوهم ويبعدوهم ما يخلوا يفوتون على المزرعة اللي بيها الرئيس فمن جاء العقيد جيمس هيكي يقول له الجون قاعد قوات الدلتا يبدو وكأنه حفرة فارغة معنى هذا انه كان موجودين داخل المزرعة بس 8 بالليل الرئيس بالثانية وثلاث طلعوه 28 دقيقة فالمترجم عبدالحسين هادي سفيح اللي هو اسمه سمير لكن اسمه الأصلي عبدالهادي حسين سفيح وكنت أتمنى أن أصله هذا الرجل عنده الألغاز والمفاتيح يحل لنا كثير من الألغاز يتحدث لنا منه كان بالمزرعة قيس علاء جاسم ومن اللي دلاهم على الملجأ يقول عندما وصلنا هذا المترجم سمير اللي اسمه الحقيقة عبدالحسين هادي سفيح يقول عندما وصلنا إلى المزرعة قبضنا على رجلين يحرسان صدام لم نتمكن من الحصول على أي معلومات منهم حققوا إياهم يعني قرأت تصريح له يقول أشيله الحارس وأضربه بالأرض مرة ومرتين وثلاثة أريد يعلمنا يدرينا ما قبل أطلقنا الكلاب الفوليسي عليهم وما قبل فاضطرينا أن قررنا العودة إلى محمد إبراهيم يعني هذه الأمور لا يأخذ عليها العقيدة محمد إبراهيم المصلط أنا يقول الله يبري البري والله ينجي البري زين كل هذا نقلا عن القائمين بالعملية يعني استماعت إلو واستماعت القيس واستماعت العبد المالك واستماعت الأخو حكمة عمر واستماعت الأخ سلوان المصلط واخذ الشهادة واستماعت إلى محمد أخذير سام الرائي اللي قبضوا عليه مع محمد في بغداد فبعد ما عزوا من إجبار قيس وعلاء جاسم أو يعني قيس وعلاء أو قيس جاسم أو علاء جاسم قرر العودة إلى محمد إبراهيم نرجع إلى ستيف راسل ضغبط استخبارات البنتاجون بالفرقة الرابعة يقول لقد أخرجوا العقيد محمد إبراهيم من مؤخرة عربات الهمر كان عصبيا لم يكن يريد أن يرى هناك ما رات يشوفه الموجودين بالمزرعة راح يصير فضيحة يقول أيضا الرقيب إيريك مادوكس يقول بدأ إبراهيم بالصراخ العقيد محمد بالصراخ على صاحب المزرعة قيس نامق قيس نامق أره أين صدام يعني شوفه أين صدام فقيس قال له ما أعرف ما الذي يتحدث عنه هذا يحسي الرقيب يريك مادوكس اللي قبض على العقيد محمد إبراهيم وألف كتاب المهمة القائمة السوداء رقب واحد وموجود الكتاب وراح استعرض منه الكثير من الفصول والقصص والحكايات ونأتي على دور كل واحد من أبناء العوجة اسماء موجودة كلهم كل واحد شنو دوره وشنو اللي حتيا واحد والصلاقية مثل السبحة يعني خرزة متصلة بخرزة إلى أن يصلوا للرأس الخرزة هكذا الأمور صارت فيقول استيف راسل أخذ ويضغطون على محمد إبراهيم ويقول له أين هو فمحمد اضطر يقول أن يشير بقدامه نحو حصيرة إنه هنا أبرجله دق قالوا هنا كانت جميع قلقين وأخذوا يتهامسون كم يقول الحفرة هذه كم عدد الناس هناك في أسفل بهاي الحفرة اللي يوم يطلقون عليها حفرة فقابوا بإزالة التراب وكشفوا الجزء العلوي فشافوا في اللينة وبهذا فسحبوا الفناء يقول أرسل جون اللي هو قاية قوات الدلكة صاحب الاسم المستعار لاسلكيا إلى العقيد جيمس هيكي قائل سرب قوة دلتا زين بيل كولتروب وقائل سرب قوة دلتا بيل كولتروب قد يكون لدينا شيء كانت الساعة الثامنة وخمسة وعشرين نقيقة مساء فتحوا الجزء العلوي وأناروه بأضواء سلاح أنا متأكد أن العملية مصورة تصوير كامل النقيب عدنان عبدالله المصلط بن عامل عقيد محمد عبدالله المصلط عملية مصورة كاملة عملية اعتقاله ووضع الكيس في رأسه ونقله بالطائر ووضعه على سده وتقييده يعني ناس بسيطين كل شيء يصورهم الأمريكان فكيف واحد مثل الرئيس صدام حسين رئيس الدولة مستحيل مصور كل شيء بس أعلنوا أنه عام ٢٠٢٨ مرور ٢٥ سنة على مرور هذه القصة راح يطلعوها يعني عام ٢٢٢١ ١٢١ قد يكون العقل ١٣١ ٢٢٢٨ يحشون كل التفاصيل وهذا ما أكدوا يعني ستيف راسل المترجم سمير اللي هو اسمه الأصلة عبدالحسين هادي سفيح قال عندما فتحنا الحفرة بدأ بالصراخ الرئيس لا تطلقوا النار لا تطلقوا النار يقول الآن صراخت بوجهه كنت أصرح بي لأنني كنت المترجم الوحيد الذي يعني رأاه ويخرج رفع يديه ثم يديه ثم الأخرى أمسكنا بكل تيديه وحصلت على مساعدة لإخراجه يعني هو اللي ويا تعاونوا على سحبه علمت من صوته أنه هو لأنه أنا نشاهد في العراق وكنا نشاهد صدام محسين على شاشات التلفزيون كل يوم تقريبا لم أستطع التعرف على وجهه لأنه بدأ مختلف كثيرين يسألون لحيته شعره لحيته كانت هوية نفس لحيته شعره نفس بس ما كان كث وبثل ما طلعوا الأمريكان وحاولوا يشوفون صورته كان ملابس عادية ولحية وشعار فيقول كان لديه شعر كثير على وجهه فما تستطع تتعرف على وجهه لكن الصوت صوت صدام محسين كان هو نعود إلى ستيف راسل ضابط استخبارات البنتاجون في الفرقة الرابعة يقول قال الرجل في الداخل يقصد الرئيس صدام محسين أنا صدام محسين أنا رئيس العراق وأنا على استعداد التفاوض وأرد عليها أحد الجنود قال له الرئيس بوش يبعث لك بتحياته أحد الجنود اللي هو الرقيب لاري ويلسون يوصف الملجأ وأنا أيضا سألت عن الملجأ قيس وآخرين وتحريت عن وضوحه يعني هي ارتفاع متر طول مترين وعرض أقل من متر فيقول كان طولها حوالي مترين يمكن أن تتسع بالجلوس في داخلها لشخصين وكانت فيها مروحة تهوية وضاء تهوية وضاء فلورسنت نيون وكان بإمكانه البقاء هناك لفترة طويلة طبعا كان فتحتين فتحة لإدخال الهواء النقي وفتحة لإخراج الهواء بها نفرغت هواء هذا المترجم جوزيف فريد فيلمور يقول سمير يعني اعتدى على الرئيس لكن القوات الخاصة يعني النبت وزجرته السمير اللي هو عبد الحسين وقالته لا يجد لك أن تلمسه نحن بحاجة إليه حيا العقيد جيمي سيكي عبر جهاز الاتصال الراجوي قال يعني استمع أنه الفوز بالجائزة الكبرى عندما سمع جون ليتحدث من الجهاز اللاسلكي الاتصال الراجوي وكان قائد قوات يعني القوات هذا اسمه بيل كولتربوية العقيد جيمي سيكي اللي مسؤول عن جون قال كان بجواري تايم عانقنا بعضنا البعض جيمي سيكي العقيد جيمي سيكي و بيل كولترب كان الأمر سرياليا كان هذا صدام أين كان حادثه الشخصي لم يتم اطلاق النار كان على عكس ما كنا نتوقعه يقول سمير عبدالحسين هادي سفيح عبدالحسين هادي سفيح وضعناه في مرحية وعادناه إلى مجمع القوات الخاصة ثم نقله إلى بغداد مجمع القوات الخاصة طبعا كان موجود بالقصور الرئاسية أخذوه رأسا لكن يقولون أن قيس وذول الفلاحين الاثنين اللي جابهم مزرع شهاب الملخليل أخو عبدالمالك شهاب الملخليل ظلوا للصباح يلا أخذوهم أخذوه الرئيس يعني مباشرة لكن قيس وعلا ولول الحراس خذوهم للصبح للساعة 8 الصبح يلا أخذوهم فيقول أخذوه الرئيس إلى بغداد وخذوه بكمبوغروبر رضوانية حتى عام 2004 حيث نقله إلى بحيرة في قصر النور في رضوانية اللي يبعد عن كامبوغروبر 20 دقيقة مسألة المبلغ اللي هي كانت على ساتة 750 ألف والرئيس قال لي مليون وثلاثمية ألف طيب وين راحت البقية إما يعني عندما يعني أحيانا الرئيس يذهب بمكان باتجاه أحد مدئده عليها أو الأمريكان مدوا ييدهم عليها يعني محصورة بين اثنين علاء واخوته والأمريكان فالأمريكان أكدوا قولوا 750 ونشروها يعني طلعوها ونشروها وحسب وصل ما مكو مجال هاي القوة كلها ضد الفلوس يعني وشنو هي يأخذون 500 ألف دولار ويجيبون 750 يعني أنا أشوف هذا الشي ما له علاقة الأمريكان به فكانت يقول 750 دولار من الأموال الأمريكية في فئة المائة الدولار يعني حيث تم القبض على الرئيس على حين غره وكان هناك الكثير من التدافع أيضا عميل خاص جيمس ديفنس قال لم يعتقد أحد أننا سنقبض عليه حيا تم الاتصال أول وحدة عرفت من الإدارة الأمريكية هي جوندوليزا رايس هي أول من عرفت من خلال الحاكم المدني العراق بول بريمر اتصل به رئيس المخاورات الأمريكية اتصل ب كوندوليزا رايز ومكالمة متأخرة وبلغ بأنه يعني ساعة 11 من 10 و11 من الليل قال لهم أنه تم أسر الرئيس صدام حسين لكن كانوا حذرين والرئيس بوش نفسه كان حذر كانوا متأكدين لتأكد من صحة أنه هذا هو صدام حسين فراج يتأكد منه 100% وأنهم تعرفوا على الرئيس صدام حسين وقال لهم ما أريد أحد أن يعلن عن هذا الموضوع قبل أن تتأكدون أنه هو فعلا فتأكد وفحصو وكذا وموضوع عالي الوشم على إيده وهذا الخط باللون الأخضر جين وبالعقيد جيمي سيكي أجرى محادثة مع قائد القوات الأمريكية بالعراق جنرار ريكاردو شانسيز وبلغوا بأنه أسرى رئيس صدام حسين هذا الأمر يقولون خفف عننا الهجمات المقاومة العراقية بأسر رئيس صدام حسين تلاشت الهجمات علينا فمن الذي تولى الكشف عن هوية هوية الرئيس صدام حسين وتجهيكه صحيا وذنيا الدكتور مارك جرين هذا جراح طيران فوج طيران العمليات الخاصة رقم 160 هو الذي أشرف على فحص الرئيس صدام حسين ويبقى معه الصباح وكان يقول يجون أشخاص يصورون معه جنود وضباط ويصورون مع الرئيس صدام حسين ويذهبون العميل الخاص جيمس ديفيز قام يقول قمنا ببصمة الأصبع ومسحة الحمض النووي وصورة فوتغرافية جسديا وكان في حالة سيئة يقول كان مريض طبعا وبهالوضع وهالظروف يعني مشاق ورجل كبير السنب السبعين على عتاب السبعين ومقيد وكيس برأسه نقلو هول الصدمة طبعا واحد يتعب يقول قرابة منتصف الليل كنت لاجال أقف خارج جانت الرئيس صدام حسين خرج قاعد القوات الخاصة وليام وقال أريد طبيبا مع هذا الرجل اللي بين عشية وضيحها مارك هل ستبقى معه قلت نعم ظننت أنني سأقرأ بينما كان صدام حسين نائما لكنه لم يستطع النوف وطلب مني أن أقيس ضغط دمه عندما تقيس ضغط دم شخص ما فأنت في وجهي ويكون في وجهك يعني وجها لوجه قال رئيس صدام حسين من خلال المترجم أردت أن أصبح طبيبا عندما كنت طفلا لكن السياسة كانت تشغل قلبي بشدة يقول الآن ظليت معاه قاعد خمس ساعات ونص محادثة استمرت كان ساحرا يعني هذا شي غريب الكثير من الجنود من الحراس من اللي تقوم بالرئيس صدام عسيه من قوات الاحتلال يشيدون بي يقولون كان يسحرنا وكانوا يتبدلون كثرة تشر الحراس لأنه يخافون لا يعني يأسرهم بكلامه ويأثر عليهم فكانوا يغيروهم كان جل الحديث مع الرئيس صدام حسين عن حياته السياسية حياة الرئيس السياسية يعني خلال خمس ساعة ونص وسألوا لماذا غزمت بالكويت قالوا لماذا بدأت الحرب بين الايران والعراق يقول في منتصف حديثنا سألني عن اتجاه بكة يعني الرجل كان يصلي وديش الظروف ذاك الوقت كان يقول استدار وصل لكنه لم يركع قط لأنه قاعد على كرشي ويبدو أنه متعب كان الصباح صباح دخل القاعد وأسأل عما أجري فقلت احنا تحدثنا يعني خمس ساعة ونص فقال لهم سجلين هذا الشيء التي تحدثت به على شريط تسجيل الآن دعونا دبرونا جهاز تسجيل حتى فالرئيس من سبع غط رأسه زين ولم ينطق بكلمة أخرى توقف عن الكلام وبعدين يوم 14 مؤتمر صاحفي البولبريمر أعلن للعالم النتيجة الناجحة لما أطلق عليه الجيش اسم عملية الفجر الأحمر قائلا سيداتي سادتي لقد حصلنا عليه وأتمم بقية حديثه هذا مجمل ما جمعت من تصريحات للقادة العملية الأمريكان في عملية الفجر الأحمر القبض لكن هناك أيضا شهادات منفردة للعقيد جيمي سيكي ولأحد الجنود اللي هو اسمه هولند كيفين هولند هذا مؤخرا على أساس أعلن عن سر لأول مرة راح نستعرض الشهادة ماله وأني أشوف الشهادة ماله ليست بقيمته وهميته شهادة جيمي سيكي وشهادة ستيف راسل على أي حال أعزائي المشاهدين نحن معكم إلى أن ننهي ننتهي من هذا الملف شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته